السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان شاء الله اخوي انا تقريب ان شاء فوق ستنين ولا سبع سنين انا اعرف عمري لبالا لعمري تقريب ان يقول شاء الله 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 واستي محجوبة زرت طبيب طب زرت اخوي اش حال من طبيب ولا مخيش اصرب الدول دا بوانو ضرت الشبكة دي الراس ضرت شيء ضرت شاء الله ولمخيز مدر واش قليك الطبيب واش عندك شي مشكل فالراس ولا ما عندك شيء قال لي ما عندك شي حاجة ايا وadomo ليه بصعد واحد في صدقاء ف قل constraints قل لي هي ابشقيقة انا ابشقيقة ابشقيقة وأخرى دا بتاعت بالجرعة دا التاعت بولو ابشقيقة كتتجي وكمشي لفترة قصيرة ما تبقاش دائما ملازمة لصاحبها لديه ما قولها اخو فصعدين عاقب يشالا فيه الله الله وال вр costsقلي الي الكل هو ولا تصريك ليهرخ يرخ ما التصمدج ساولا وانبخ ومرجع ما شاء الله ما شاء الله الله يشافيك الله يشافيك وسلم حجوب حسب معلوماتي البسيطة مكنش حقيقة مرضي الدماغ الدماغ هو مرتبط بالنفس إلا كانت النفس مرضى كي مرض معها الدماغ مرضى ليه المخزن كيفاش أخي مرضك المخزن؟ أشوق عليك؟ المخزن هو واحد الحانوت عدنا واحد دكان هدي تقريبين ستلاتين سالة والأربين سالة وأنا في دعاوي وباقي ما بغوش داعي لا إله إلا الله وقل هاد القضي يملي طولات وكاتمشول المحكمة وصيروه أترات فيك بزاف في نفسيتك وكاتتخمم فيها بزاف وبعض السلوكة ديال الدماغ اللي كنت تفكر بهم بزاف ربما كي يعيهو كي تعبوه أخوياتي يعيهو ما نعرف ما نعرف وجه الحاج لا إله إلا الله الله يشافيك يا أخي المحجوب الله يشافيك يا ربي كريم الله يشافيك وحفظك كان بغي نقول سير محجوب في هاد الحالة دي المراضي يا الأمراض ديال الدماغ عموما هذا اختصاص طبي هالاختصاص ولست طبيبا ولكن حسب المعلومات المتوفرة عليها بأن حقيقة ما في مراض ديال الدماغ كل من رأيناه كيشكو يشكو 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 من صداع في دماغه أو كيشعر بأنه عنده واحد الحريق في الدماغ ما كيناش را كيقدر يدير الشبكة ويدير الأدوية وكيبقى دائما مريض القضية مرتبطة بالنفس ومنطق التفكير إلا اقدرنا هذا الإنسان اللي هو مريض إنه عدلوا لي منطق التفكير دياله وانطمؤوني النفس دياله غاد يرتاح غاد يرتاح بكل تلقائية هاد الحالة كتجل خصوصا الشباب والشابات في مقتبل العمر من اللي كيكون عندهم طموحات كبيرة ولكي كيلقوا عقبات في الطريق كيتصابوا بالنوع من الصداع الاستضام النفسي وكينعكس على الدماغ وكيقق ديما كيشكو بالدماغ كذلك الناس اللي عندهم قضايا في المحاكيم فعندهم نزاعات شعر بالظلم وما عندهم جهد بقوم شو المحاكيم وينصبوا المحامين ويتبعوا المصطر القانونية كيتحب ما عندهم جهد هاد تخمام بالليل وبالنهار كيخلي الصفائح دي الدماغ كتحتك وكتألم ومالتماك يعود الإنسان مريض سين محجوب باش تعالج بإذن الله تعالى ره ممكن بطريقة بسيطة تعديل منطق التفكير هاد المسألة اللي انتم خاصم عليها وهاد القاضي اللي قلتي في المخزنة عندكم ره ممكن لكل مشكلة لها حل كل مشكلة ممكن نخطه بالدماغ دينا ونفكره ونقدره ونقاوله حل إلى المشكلة درنا جهدنا كله واتغلبنا ومعدنا حل نعتبرها من قدر الله ونرتاح نسلم ونفوض الأمر إلى الله فالول فوضت المحامي وكلته بشويدة فعلية من بعد المحامي در جهدو وربما الخاصم عنده حجج أكبر أو حيتيات أخرى أنا غنسلم القاضية للخالق سبحانه وتعالى وغدرتاه وفوضت أمري إلى الله دائما أخي المحجوب قل وأفوض أمري إلى الله إلكت مظلوم عرض بأن الدفاع دي الله تعالى غد يكون أقوى ربك قلنا في كتابي العزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا وخالمحامي هو جهاز دفاع خدافة في المحكمة ولكن فوق المحكمة الوضعية هناك محكمة سماوية إن الله يدافع عن الذين آمنوا سم حجوب فوض أمرك إلى الله توكل على الحي الذي لا يموت وغد شوف بأن القضية قد تحل من تلقاء نفسها ربي غد يهيئ إلى الأسباب وغد يصوب لها المداخل والمخارج وغد تلقها بوحدها جي يمصوب ومجدتها عندك بإذن الله غير منطقة تفكير ما تبقاش تخمم بزاف سلم أمرك إلى الله غد ترتاح والنفس يديك ما تخليش دائما حزينة وكائبة اعلم أن ما أصبك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا كل الأمر إلك من حقك غد تأخذ بإذن الله إلك من حقك وضعت فيه ربي غد يعودك ديني عدنا قانون التعويض الإلهي أنا عمرني من خاف من الرزق عمرني من خاف من شعجة غضع لي وخضع ربي غد يعودني حتى هو سبحانه قال لنبي أن عنده قانون التعويض الإلهي صندوق مليء خزائنه لا تنفد وربي غد يعطيك وغد يفرحك الله يشافيك السلم حجوب والله يعافيك والله يمتعك بالصحة والعافية والله ينصفك في القارب العاجل والله يجيبك أنتو الخصم ديالك في السواب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير آمين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة